اونور 30 برو و اونور 30 احدث هواتف اونور ينتميان لفئة الهواتف الرائدة دعونا نتعرف عليهم في البداية نأمل منكم دعم الفيديو باللايك لان يوتيوب يساعد على انتشار الفيديو بفضل زر اللايك منكم مراجعة سريعة ولنبدأ مع نسخة البرو وسوف نستعرض اخر التقرير الفرق بين الهاتفين الهاتف يصنف من الفئة الرائدة بمواصفات قوية التصميم بحواف جانبية منحنية ودون نوتش لكنه بثقبين اعلى يسار الشاشة يحتويان على كاميرا سيلفي مزدوجة الهيكل زجاجي واطار من المعدن مع شاشة تحتل معظم الواجهة الامامية للهاتف مع وجود مستشعر للبصمة اسفل الشاشة جاء الهاتف بابعاد طولية 19.5 الى 9 ويدعم مقاومة الماء بمعيارية IP54 طول الهاتف 16 سنتيمتر العرض 7.3 سنتيمتر السماكة 8.4 مليمتر الوزن 186 جرام يدعم الهاتف منفذ الـ USB من نوع C وقامت أونر بالاستغناء عن مدخل السماعات التقليدي 3.5 مليمتر الشاشة مقاسها 6.57 انش بدقة Full HD Plus بكثافة 392 بيكسل في كل انش وهي من نوع OLED وهذا شيء ايجابي بالهاتف فنرى هنا لأول مرة أن أونر تعتمد على شاشات OLED بهواتفها يعمل الهاتف بنظام Android 10 بواجهة Magic UI 3.0 ومعالج كيرن 990 ثماني نوا الموجود بأحدث الهواتف الرائدة وبسرعة تردد حتى 2.86 جيجا هيرتز ومعالج رسوميات من نوع مالي جي 76 MP16 جاء برام 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت كما يستوعب الهاتف تركيب شريحة اتصال ويدعم تركيب ذاكرة خارجية الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسة الأولى بدقة 40 ميجا بيكسل تدعم ميزة تثبيت البصري بفتحة عدسة واسعة 1.8 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وهي تيلي فوتو لعمل زوم يصل إلى 5X وتدعم أيضا مثبتا بصريا والكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 جاءت بزاوية عريضة وواسعة والرابعة بفتحة 2 ميجا بيكسل وهي العمق وتدعم HDR والبانوراما الكاميرا الأمامية مزدوجة الأولى 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وهي ألترا وايد للتصوير العريض والكاميرات تدعم HDR البطارية 4000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 40 وط وبقدرة 5 وط للشحن اللاسلكي العكسي سيتوفر بعدة خيارات من الألوان المتدرجة وهي الأسود والفضي والأخضر والأرجواني من حيث الاختلاف مع أخيه الأصغر Honor 30 جاء بالكاميرا الخلفية حيث جاءت العدسة الثالثة لهاتف Honor 30 بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية جاءت أحادية بدقة 32 ميجا بيكسل وأيضا جاء الاختلاف من حيث مساحة الشاشة التي جاءت أقل 6.53 إنش والمعالج كيرين 985 وهو أقل قدرة من أخيه كيرين 990 الموجود بهاتف Honor 30 برو كما أن هاتف Honor 30 لا يدعم ميزة مقاومة الماء بالإضافة إلى مدخل USB من نوع 2.0 في حين جاء أخوه الأكبر بمدخل USB من نوع 3.0 وختاما هذه هي الأسعار أولا Honor 30 نسخة 6 جيجا بيت رام مع 128 جيجا بيت ذاكر التخزين بسعر 430 دولار نسخة 8 جيجا بيت رام مع سعة 128 ذاكر التخزين بسعر 455 دولار نسخة 8 جيجا بيت رام مع 256 جيجا بيت ذاكر التخزين بسعر 495 دولار ثانيا Honor 30 برو نسخة 8 جيجا بيت رام مع 128 جيجابايت ذاكر التخزين بسعر 565 دولار نسخة 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت ذاكر التخزين بسعر 625 دولار اشتركوا في القناة